وبحفظ الله ورعايته عاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى إلى أرض الوطن قادما من مدينة رياض بعد زيارة للشقيقة المملكة العربية السعودية بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لدى مغادرته الرياض برقية شكر وتقدير إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله فيما يلي نصها خادم الحرمين الشريفين الأخ العزيز الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرنا ونحن نغادر المملكة العربية السعودية الشقيقة بعد المشاركة في الحفل الختمي لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل أن نعرب عن شكرنا العميق وتقديرنا البالغ لكم حفظكم الله ولحكومتكم والشعب السعودي الشقيق على ما حضينا به من حسن استقبال وكرم ضيافة وحفاوة بالغة تجسد أعمق الأواصر الأخوية وأشدها رسوخا مؤكدين بالغ سعادتنا لمشاركتنا في هذا المهرجان الكبير الذي يجسد الجوانب الثقافية والتراثية بالمملكة العربية السعودية وما يتسم به من عراقة وما يميزها من تفرد وما له من دلالات مهمة في إبراز الإسهامات الرائدة للمملكة العربية السعودية في تقدم الحضارة العربية الأصيلة دعين الله تعالى أن يحفظكم ويمتعكم بموفور الصحة والعافية وللمملكة العربية السعودية الشقيقة المزيد من الرقي والإزدهار ودوام الأمن والاستقرار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين